أربع قصص وأربع فتن وأربع قوارب نجاة في يوم الجمعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الأعزاء لماذا نقرأ صورة الكهف في يوم الجمعة؟ صورة الكهف تشتمل على أربع قصص وأربع فتن وأربع قوارب نجاة القصة الأولى قصة أصحاب الكهف وفيها تتمثل فتنة الدين قصة شباب مؤمنين كانوا يعيشون في بلدة كافرة فعزموا على الهجرة والفرار بدينهم بعد مواجهة بينهم وبين قومهم كفأهم الله عز وجل برحمة الكهف ورعاية الشمس استيقظوا فوجدوا القرية مؤمنة بكاملها قارب النجاة منها الصحبة الصالحة قصة ثانية قصة صاحب الجنتين فتنة المال والولد قصة رجل أنعم الله عز وجل عليه فنسي وأهان النعمة فطغى وتجرأ على ثوابت الإيمان بطعن والشك لم يحسن شكر النعمة لذلك رغم كرة صاحبه له هلاك الزرع والثمر الندم حين لا ينفع الندم قارب النجاة منها معرفة حقيقة الدنيا القصة الثالثة قصة موسى والخضر فتنة العلم فأوحى الله عز وجل إليه أن هناك من هو أعلم منك فصافر إليه موسى ليتعلم منه كيف أن الحكمة الإلهية قد تغيب أحيانا قد تغيب أحيانا ولكن مدبرها حكيم ولكن مدبرها حكيم مثل السفينة والغلام قارب النجاة منها التواضع القصة الرابعة قصة ذي القرنين والمتمثلة في فتنة السلطة قصة الملك العظيم الذي جمع بين العلم والقوة وطاف الأرض يساعد الناس وينشر الخير في ربوعها تغلب على مشكلة يأجوج ومأجوج ببناء السد واستطاع توظيف طاقات قوم لا يكادون يفقهون قولا وقارب النجاة هنا منها هو الإخلاص في وسط هذه الصورة يظهر أن إبليس هو المحرك الأساسي للفتن أفتت تخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين أبدا لكن ما علاقة صورة الكهف بنصيح الدجال سيظهر الدجال قبل القيامة بأربع فتن يطلب من الناس عبادته من دون الله فتنة الدين سيأمر السماء بالمطر وهذه يعني ويفتن الناس بما في يديه من أموال وهذه فتنة المال فتنة العلم لما يخبر الناس به من أخبار فتنة العلم أربع قليصيط على أجزاء كبيرة من الأرض والمتمثل في فتنة الصورة قوارب النجاة هنا الصحبة الصالحة قال تعالى واصبر نفسك مع الذين دعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تضع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطة الأمر الثاني معرفة حقيقة الدنيا قال الله عز جل واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تغروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا التواضع قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال في قرآن قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا الرابع الإخلاص قال الله عز جل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فاللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن ترجمة نانسي قنقر